نروح له يا حسين يا كريم. هنبدأ بالحالة الاولانية. بص دي مباراة تانية خالص. مباراة الاتحاد. نفس الاسيست في العمق. نفس الحالة. نفس اللعيب اللي دايما كان بيقى بتواجد على الخط بيشتغل ده ادى حلين. رقم واحد محمد هاني بقى يفتح الخط ويقدر يشتغل على الخط بشكل جيد. رقم اتنين الصناعة اللي بيعمل احسنين الشحات. بقى حل مهم جدا جدا عند مارسي الكولر. جاب هايمين ممتازة. يقدر اعمالها في مباراة ام بي. عملها في مباراة الاتحاد. اه. وبنفس الشكل النهاردة بيعملها تلات مرات تكاريب. نمط. حتى في الشوت الاول كان منفس الخطورة الوحيد. ومتنفس الاهل الوحيد كان عن طريق حسين الشحات. نجيبها النهاردة. هنلاقي الحالة الاولانية اللي اتحسب التسلل. على اه دي الحالة اللي اتحسبت اللي جات في العرضة. قبلها كانت حالة تحسب التسلل. بعدها هتيجي اهجلنا حالة الوقتي. اتحطت وتعمل الكروس بينية لأحمل عبدالقادر في اقصى الجابهة اليسرى. واخيرا كان الهدف. فلما نلاقي انه فيه نمط بتتكرر. اي دي الحالة التانية. بص الراجل كاشف الملعب تماما. بيعمل الباص. بيتحط لأحمل عبدالقادر. وبتكمل الكرة بعد كده. واحدة من افضل الالعاب النادي الاهل في الشوت الاول. الكرة اللي علت العرضة من التزديد محمد مندي افشاد. نروح له الحالة اللي بعديها. الحالة اللي بعديها. والصناعة بتاعت الهدف. بقى وقف هنا. وقف هنا. وقف هنا قبل ما تكمل. وقف ارجع تاني. ارجع تاني. الرؤية يا كريم. الراجل اول ما استلم ارجع تاني. ارجع فريم كمان. فريم كمان. لا ارجع ارجع. ارجع فريم كمان. بص يا كريم. رفع الدماغه. رفع الدماغ ساني الشحات. هو كاشف عمل في اقل من ثانية. وابتالى يعمل 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 الباص هو ده الجول دي الباص الاولاني. اللي اتنين لعيبة واختراق من العمك لما ليجي لازمة زمالك في الاختراق من العمك وازاي قدر مرسل كلها لاستخدمها هنتكلم عليها الراجل بيحطها بمنتهى البساطة ودى حمدي فتح انفراد عشان تبقى التالتة تابت تالتة واحدة بيعملها في الموراة بيتم التسجيل لكنه نمط يحسب للمدير الفني يحسب لحسين الشحر